فيما شهد شهر يونيو أشجاري ارتفاعاً يومياً في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا واتساع رقعته الجغرافية في البلاد فقد سجل أيضاً أعلى عدد في حالات تعاف بين المصابين حيث سجل المركز في نشرته اليومية 29 حالة جفاء ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 171 14 إصابة جديدة أعلن عنها المركز الوطني ليرتفع عدد المصابين بالفيروس في ليبيا إلى 727 إصابة فيما بلغ عدد الإصابة النشطة 538 والوفيات 18 جلها من مدينة سبهة اللجة العليا لمتبعة إجراءات الليبيين العليقين بالخارج أصدرت قراراً يقضي ببدء الحجر الداخلي للعائدين إلى ليبيا في عدد من المدن منها طرابلس ومصراتا مع توسع رقعة الإصابات والزيادها في الأيام الأخيرة لتزال اللجان المختصة تعمل على توعية المواطنين بضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا والتزام حضر التجول ومنع التجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير للحد من انتشار الوباء